السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم شهوات داري معين مع وصفات جديدة و اقتراحات جديدة المائدة دي الافطار باش ما نحروش نهائيا في الوصفات ويبقوا عندنا هكا اقتراحات هادي نشارك معكم الاقتراح دي اليوم صراحة الوصفات دي اليوم ماشي حاجة اللي يزوينا بزاف وساهلة وسريعة و كيفاش ننظمه وقتنا ضروري اول حاجة هي التحلية اللي منعشة او بالفراولة عندنا دجاج في الفران اللي بالبطاطا اللي كي حمق عليه الكبير وصغير كي يجي معلك و كي يجي طيب زبدو كي يفتي بزيف و فطائر شباعيين كي يجيو ولا ارواع بحشوة اقتصادية و غادي نشارك معاكم واحد الشوربة دي البروكولي اللي كتجي لديدة وصحية ما تتسوش تابوا معي الفيديو من اول حتى الاخير اذا نبدو على بركتي الله الاول حاجة عندي هنا الفراولة صراحة دبا مشاء الله ركينا باقمت وفرة في السوق خديت هنا تقريبا واحد ثلاثمائة قرام غسلتها مزيان انا كرغسلها بالنباتة عاد كان نحيد لها نباتة باش تحيدنا كل شي لانا يلا حيدنا نباتة ومغسلناهاش ذاك الشي اللي تنغسله تبقى السقلينات مما الوصل لانا كان واحد يعني كان واحد المادة هكالي لازيجة راكم عارفين هالبنات ذاك شي علاج ضروري ما كانت تغسلوا الفراولة الا تكتغسلها مزيان اللي كتحيدوا لها نباتة سافي خديت هنا الكؤوس ديالي او اللي فيغين انا كان ندير ديما هادو يكونوا هكاية ماهو مكبار ماهو مصغر باش حتى الانسان لما قدرشها يكملها ما تيدقهمش يعني تايلا بغي يزيد شي وحيدا يزيد ان ما تنديرش هادو كبار باش غير ياكلون نص يبقى نص هكا يضيع سافي معلناش خديت ديك الفراولة كنقطعها كيف ما لحتو من الفوق غيب شوية خصوصا لك انتقاس حمل احسن باش مكتفزقش لنا هكالي فيغين ديالنا ويجيونا هكاية منضمين ميجيوش هكا مدمعين بداك المادية الفراولة سافي غادي نحاول ان نزيين بحالكة بالنسبة دوري بسكوية انا كان عندي صراحة صراحة غير يبرد وما كان لي ياكلوا بحالكة لانا ما فيش تزيين صراحة خديتوا سخنة شي شوية فران وحاولت انني كان هرمشوها كغي بيدي وكان ديرو الوسط صراحة وزوين في النكاة ديرو انتم اي بسكوية متوفر لكم عندكم بسكوية هكال بسكوية عادي اللي متوفر لكم ديروه بعد موجة الكووس ديالي ديال التحلية خديت هنا واحد كاسرونة اللي درت لها كاس ديال الحليب ايوال بنا تمت ديوش اختيكم انا صايمة قولي يا صايمة غبوحدك المهم البلاد خديت نسطرة ديال الحليب حييت شمن واحد ديال الكاس ديال الكيمية ديال السطر درتها هنا في كاسرونة درت لها السكار ديما السكار كيبقى على الحساب الضوء انا رأى مكتلة شها البنات كتبقى عبر بديك البلاد استعاقلت الله من العبر من المعين قلي عند كل شيء ودرت انشاء هنا كنديال فانيلا بالنسبة الفانيلا كي نعزز دك الماضاقها كي نتوتها بزاف خصوصا مع الفاراولة صراحة للبنات انا رأى من الناس اللي كيف ما كان قولوك يقضي علي يا ربدان اللهم لك الحمد ما عندنا من ديره واللي عنده علاقة الراس مع المعضار غايكون بحالي دي متال في شي حاجة وما عندنا من ديره ان شاء الله يدوس كل شيء بخير سوف اخذي نصف لتر دي الحليب اللي حيت له كاس انا على حسب كمية دي الحليب والفاراولة او الكووس على حسب كمتومة يعني على حسب العائلة ديالكم تقدروا اقل او اكتر انا على حسب العائلة ديالي يعني ما سنكترش كنعرف ان الكيمية كافية وغايش يتمنها ان شاء الله سافي هنا يا ذاك شعلا قدرت نصف سيطر دي الحليب وحيت شمنوا ذاك الكاس سوف نستعملوا في حاجة اخرى بلدك الحليب اللي دلنا مع السكر ودرناها كمع النشا جوش مع الكبار ديانشا والفانيلا درتم على نار على عفيم هيلة مع التحريك المستمر مزيين باش ميتلسقشين لكم معارفين شاكت هبطت تحت وكتلسق حتى كتعقد كنحصلها على هذا القوام كريمي واحد دباقة سخونة كنديرها كف الكووس ديالي كنحاول انني كنخبطها كالكووس باش كتتهبط لي كريمة في الجنب باش كتجيها كالمنظر دياله بلاستيك بلاستيكات من الفق باش متشمش ليريحة تلاجة وندخلها لتلاجة خلالتها تبرد حتى نقربها كي الفطور ونزينها المهم هنا يدزت الدجاج بالنسبة للدجاج ديال فران صراحة انا كي يجيني من اسهل الحواج اللي امكن ان ندير وفعلا كي يبغي حتى الوليدات هنا يدرت الخارقوم عندي بالنسبة للخارقوم البلدي خارقوم عرق درت واحد المعلقة كصغيرة درت تقريبا واحد جوج خصيصة ديال تومة انا را عندي تومة هنا مطحونة شوية ديال سكين جبير وعندي شوية ديال بزر مكترش بزر على حسب الهريستي حارة ودرت البودرة ديال البصل اللي كانت متوفرة ديال بزر مكترش بزر مكترش انا ما درتش توم بودرة لان انا درت طرية صراحة طرية مكين محسن منها صراحة درت هنا العلبة ديال ياغورت طبيعي بدونكها كيتوتى بزر مكترش بزر مكترش وكي صراحة كيعطي واحد المعضة قوة لا ارواح ممكن انا استغناني هائيا خطوصا ديال ياغورت هنا يدر تلقص برول مكترش قطعتها مزيان نحاول اننا نخلط هاد المكونات كلها مزيان مزيان ونشرم بها دجاج كان خلطا نغيب يدي لبنات المهمة يحمدوا لانه ميكونوا قيا وشكادوا هاده هو المهم كان خلطوا بيدينا كيفما تعودنا وكيفما تربينا وصراحة ديالنا كانت تحكم في الحاجة صراحة ديال نصف ديال دجاجة الله يجعل باركة كل واحدة على حسب عائلتها وكل واحدة على حسب الأفراط الأسرة إلا كانت شو واحدة غرية وزوج ديالها وخد دير غيف خد الله يجعل باركة المهم ان الانسان يحاول انه ينوع سوف اخديت هنا واحد بطاطا راكم عارفوا الوليدات و بطاطا العشق المدمير ومعلينات خديت هنا بطاطا قطعتها بذيك القطعة ديال البطاطا باش كتعطيها كلمان يدار كيكو زويل وغا نحاول اننا نخوضها ونشرمها في الشرمولة اللي شاطلية على الدجاجة بالنسبة للدجاجة يريدون أن تقوم بطاطا قطعته أنا صراحة قسمتها على جوج جاتني حسن سهلة وبالنسبة للدجاجة كانت عندي في المجميد من قبل مغسول مزيان ودجاج كل ما جبتيه وغسلتيه وسقطرته وخليتيه في المجميد كل ما يعطيه معده قزوين ويتشرب العطرية وكيجي نفتي صافي خديت حتى واحد البصيلة هنا درتها من الأسفل باش كتعطينيها كذلك المريقة والضغمر ليا وطايا حاولت اني ندر فكا شي شوية ديال العطرية وشرمولة يعني بقاتلية مكين لاش تضيع ودرت بطاطا تايا شرملتها بشيجي كل شي مشرمل صافي وهذا والطباق ديالي انا كنا نوجد معاكم هذا الشي يعني على تساع كيف محتنتي يمكنك انك توجد تساع او كانت سيدة هكا خدام الله يكون في العوان يعني بالنسبة لهذه الحواج هما كيت توجدوك على تساع نغطيهم هكا بواحد بارقة ديال الفورن عاد البابي الامينيوم صافي ونحطها في الفرن نحطها في الفرن نتقرب هكا الفطور ديالي تقريبا 40 دقيقة وكينحت الفرن اللي قدر يطيب حتى في نصف ساعة صافي ايكا تكون وجدتها عندك مو مقبل كما تكونيش نهائيا مدروك بالوقت قدرت شوية ديالي من الحالة ومعارفين دروني ما ننسوا ولا نزيدوا الله وما ننسوا ولا نزيدوا نقفروا على كل شي صافي ودرت شوية ديال زيت الزيتون ممكن لكم ديروا زيت نباتية زيت الزيتون كي يبقى احسن صحي صراحة انا اخليتها كغيلطيها بالمضاق دياله لا نزيدوا في الماكلة وغطيتها بورق الفرن ودرت لها البابي الامينيوم حتى انا كسيدة عاملة غطيتها بحالها وخشيتها فران خليتها قرب الفطور عادا ندخلها عادا تشعلت الفران ودخلتها ونشوفوا معي كيف تنظيم الوقت مليح تخدمت الفران يعني خدمتها كخطرة واحدة طيبت فيه خطرة واحدة بالنسبة هنالفطائر نختار لكم الماضي الفطائر وننوعها كشوية اخليتها 500 كيلو دقيق 500 كيلو دقيق معلقة كبيرة السكار معلقة كبيرة زيت نباتية ملحة دائما على حسب الضوء والخميرة استعمال الفورية والمعجونة هذا الكاس ديال الحليب نحييته من السفليتر وليده بقدرته في الأول ونكمل هنا بالماء المام الأحسن يكون دافئ لأن الحليب يدفيته في الأول لأن العجينة تخمر لنا بسرعة ونحن أخلي آخر هي المعي القادية الزبدة اللي سوف نحاول أنني ندرك بها كالعجينة أو بالأحرام لا ندخل فيها مزيان المعي القادية الزبدة ونحاول أنني مزيان نخدمها بالزبدة تسخنها كحد الكف ونحن أخلي ونحن أخلي قوام جميع المعجنة خصوصا انه تخمر قوام جيد ويستعملها بسرعة محسين للخبز لديها المعي القادية الزبدة تقوم بتقوم بقومات أخير مزيانة اخير لديها في العجينة سوف نحضر شربة اختيت نوع الشربات نحن نتعب من الناس نتعب الحريرة الحريرة عزيزة و لكن لا رمضان اقعدت هنا الحبه البراكولي نحاول نقية المزيد انا هنا تعملت اني نقيها قدامكم مشي ما شاء الله عليكم لا تعرفوا شو نقيوا البروكولي غيكيني الاخوات لي الله ما شاء الله باديين وحتى الاخوات اللي كي ضيعوا هكا دوكسيقان يعني راه هدوكم هم اللي كي يركزونينا المضاق ديال البروكولي هم اللي كي يعطونا واحد الخطورة مكا اللحوم ش نهائيا وبنسبة البروكولي من الاحسن يعني نستعملوه وهو باقي طري راه دغياد غيكي سفار و احتفظي في المجمد ديال الاسفار ليكم لاحظوا انا جابها الزوج ديالي غينها لحد تقريبا ندازلت نين ثلاث هانتو ما لاحظو قربت سفار قربت لها بسفورية طفي هنا يا دوكسيقان 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 كيف ما لاحظو ما كان ضيعه مش نهائيا راه هم اللي فيهم دك نكهة يعني الغالبة يعني فيهم مركزانية تنيت دك نكهة اللي ديال وما مركو فابتوني يا لبنات ديال البروكولي مكتعليش ما كان ضيعها شانتو ما لاحظو وما يجب عليها قصحة وما يكون هناك كقاسحة وما يكون فيها العلوقة بزاف هذه الصفارة كانت حي دعمتها نهائيا كيف ما هذا ما نديره سافي خضيت هناك بروكولي بعد ما نقيته مزيان كان غسله ضاروري ما كان غسله ونعوده حتى يقولي الماء ديال ونقي بزاف وكان دير هنا واحد المعيقات ديال الخل ونزيد الرقده في الماء ونخلي كي ترقد واحد العشرة ديال دقائية قبل ما ندوز ندر حوائجات خراء سافي خليته هنا وصفيته وخضيت هنا واحد نجرة قدرت له واحد معي القادية الزبدة مال احسن تكون زبدة هكا قادية العبار وتعطينا مضاق زوين بزاف ودرت زيت الزيتون انا صراحة في الشربات ستلاحظوا ان اخلط ما بين زيت الزيتون والزبدة لانها هي التي تتخدم في المطاعم بزيت الزيتون وزبدة بشكل مضاق الزيتون ثم تفرر زبدة لا تصوير زبدة بصلاحة وجدت الزيتون الزيتون هنا نستطيع فى المباصل ولكن لم يكن لدينا البصلخ الضرية و سوف نتوفرها للجامعة كيف لا نصحكم للبناء لكي يأتيكم هذه الشربة في البناء كان شحره ضروري لا نقوم بإمكانه فقط بحل المسلوك هنا بزار البيض يتباع من خمسة دراما لفوق و سوف يكون مادا خاص بالشربة و لا يوجد نهائيا خصوصا الأخر يجب أن نقاطها كافية في الشربة سوف يستعمل في المطاعم بالنسبة للبزار البيض هنا يوجد بروكولي بعد أن يجب أن نقاطها لا يوجد مصطلحات لا يوجد مصطلحات لا يوجد بزار البيض بعد أن يغسلته و سقطرته سوف نجعلها كاكية تشحر و سوف نقاط الملحة سوف نقاط الملحة سوف نقاط الملحة سوف نقاط الملحة و دائما كما نقول لكم البنات لا ننسى الملحة ولا نزيدها لأن فعلا لدي مشكلة مع الملحة و خصوصا في الأيام الأولى الرمضان سوف نحضر 1 كولية لفريز نقاط الملحة نقاط الملحة لكي ملحة و تنضيف ملحة كمية الأولى و تقاطع صغيرة كمية الأولى كمية الأولى كمية الأولى نحضر الفرولة مع التحريك نتوقف لنا و نتعقض بطبقة أخيرة فوق من التحليار لأن هذه الطبقة تأتي حلوة بثاف و في الوقت تأتي الديدة و بنينة نجدها حتى تبرد بعد ذلك نزيين بها ان شاء الله التحليار سوف نعمرها بالنسبة للفطائر لأن العجينة تقربت بالنسبة للحشوة لأنها تقربت فلفل حمرة و سوف تقربت فلفل حمرة و يستطيع فضلت القطع و يستطيع فضل وضحين و يستطيع فضل و يستطيع فضلت في وسط الحشوة و نتوقف ملحة و نضيف و نضيف الزيت و فضلت كمية قليلة و في الوقت أصبح يقرب و كنت أتقل في الحشوة اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن يسخل الوقت يدخل الطياب طبق مع الجج اضع الفرن يكون سخون لنضخل الفرن لان الفرن يخمر غير خمرة الاولى سوف اضع القرار اضع القرار اضعف اضع الفرن اضع الفرن لاحظة قبل تصع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع تصع Don. ذهب لاحظة يجب أن نقوم بالدقيق و نقوم بالدقيق نهائيا لأن العجينة لا تحتاج لها كألاستيك و لا تلصق نهائيا في سطح العمد سوف نحاول أن نقوم بالمدلك و في نفس الوقت نعاونها كبيديا و نعطيها بشكل بيضاوي لنستطيع التقليل من الشعب و الأشفاء و الشعب المنزل يجب أن نقوم بالدار و كمية الكثيرة سوف نشارك معكم الفيديو. نظركم في صندوق الوصف لقد قمت بحيث في الليفلة التي أشعرتها مع البصلة و الأزيتون و القطع اضافة الوصف يجب ان اضافة الوصف اضافة الوصف يجب ان تستخدم الوصف سنبقى في الجوب الاحمر سوف نبقى هكا مستمرة نحاول انني نشكل لعجينة ديالي هكا شكل اللي يكون هكا بيضاوي كيف ما لحتو بحل غنديروها ككوميرات وكيجيو صراحة زويني ونحتها كل وليدات ان شاء الله اللي ملي غيدخلو ملي غادسالي العطلة راكم عارفين كيبغوها كيتغدو في المدراسة صراحة كيبقى اقتراح زوين حتى وليدك يعني بقي صغير كيف ما انا والدي انا عارفها يعني وخم شاء الله خمس سنين ولي كيبلي غنعطيها كمحال دائق تيارها وغيأكلو بها كمحال شي صندويتش غيجي سهلة ومغاي وسخش حويجاته نهائيا كيف ما لبسوهم ان شاء الله يجيني بيوم هي واده مكان اللي لخلت وحد المرة قلت لي يا نار يا ابنت ليوم مش حال فيكم ديفشوش عندكم الماكينة يصبنوا ويعصروا الراس ومشلوا وباقي نكت هدروا قلت لهو ما كملوش على خيرهم وشكل كنشارهم مو يطويهم هذي تحية ومعرفين من الاحواج ومعرفين من الاحواج ومعرفين من اتشعر ومعرفين الحمد لله هنا هنا تزل فطائر كيف مالحتوا بعد مشكلتهم ومسديتهم جيد تحتاجوا نهائيا انكم تقرصوهم وفي نفس الوقت اخذت السلصة بهنتها من الفوق قامت بتكون سخينها في الجبن من الفوق وندخل فلفلة خاصه تقدم المنظر ونستطيع الزيت حتى الجدد ونضغل مباشرة هنالفران نستغلط في الوقت مفرار يجب ان يدخل يزل تحلي بعد ان تحضير الطبق الاولى كالكريمة الاولى كانت شدهت فرصها ويأتي مفرد قامت بولة سوف نضعها من فوق سوف نصحكم جميعا لا تكتروا نهائيا سكار في الكريمة سوف تأتي الحلواء سوف تصحيح لا تريد الحلواء لأنك ينشحوا سوف يدعقوا هنا رأى أولدي حدايا حدايا الفارق شكي يجرم هنا وكم عارفين الوليدات ما شاء الله سوف نضع لي انا هنا لا تضع لي انا هنا سوف نضع لي انا هنا لانا بغيت هذا هكا وركم عارفين الله وملك الحمد واخاتي عصبونا ولكن في نفس الوقت سوف نحمد الله ونشكرها البنات لأن نعمة دي الوليدات يرزق أي محرومة يارب يارب ترزق أي محرومة ليحرم شي واحدة من كلمة ماما فعلا ليحرمها سوف نضع لي اخذت شوية الشوكولات هكا اللي زينت بهم من الفوق اللي عنديها كاروليف الأبيض والأسود اللي عندكم اللي متوفر لكم حتى لك أنا هكا بقى لكم يعني الفاراولاطية خليوا هكا برنباتة ديالة وقطعوا على جوج زينوا بهم الفوق كتجي زوينة بزاف وكتجي لديدة 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 ما تنسوش أكيد أكيد البنات الإختراحة الدائمة اللي كنخترح عليكم بشي ضروري أنك تنضي تديرهم كلهم وخاتخوضي غيء اقتراح يعني من الفيديو راه الخير والباركة صافي هنا مباشرة دست هنا يرى وحدك تديك الوحدة ومن الأحسن أنني ما نكونش ندروك بالوقت وندخل حتى الاسواع الأخيرة وانا قلصة غير في الدار يعني مثلا بحالي أنا را كنقدر نبدا مع العشرة ديالة الصباح نبدأ كندير حاجة وكنمشي نقضي حواجه خرا مثلا هذا البروكولي نشعل عليه نخليه كي يطيب على خاطره ومشي أنا ندير هكا الأشغال ديال منزل اللي بقى كتنفية يعني را كنم عارفيني مشي تندخلوتا ساعة بساعتا كنبقاوا يعني واقفين ديك الوقفة طويلة صراحة ترى غادي تعيى وأكيد را ما غتوفي وش حتى حاجة حقها وضروري ما كان أعطيه كل حاجة حقها لبنات وخصوصا قلصين معانا لويدة الدباف المدراسة كيكون شوية ديال ستريس ولكن لا بدا البنات ما تنظموا وقتكم لأن الوقت اللي كيكون منظمش حاجة لدور كي لعبوا حد دور صراحة كبير بزاف صافي هنا مباشرة نضرت هنا الجبن أنا عندي مربع حتي لعندكم هذا اللي وريتكم يعني را وريتكم النوعية دياله قدرته وغادي نطحن هنا مزيان مزيان حتى نطحنوا ما عندكم صراحة هاد الميكسر وخاوه ما يحويج لكي نفعونا ضروري ما نحاولوا اننا ناخدوهم نوفروا لهم هكا واحد الميزانية ما عندكم شخليوا هاد الخالد ديالكم حتى كي يبرد تماما نطحنوا هكا في الخلط ديال العاصر غير اكم عارفة الخصوصة لكي الخلط ديال العاصر ديال الجج يقدر يترتق اولا كان ديال بلاستيك صراحة صراحة ماشي صحي لاذا نخليوهكا يحتى هكا يبرد على خاطر خاطره ونطحنوهم نرجعوهم هكا لتنجرة ديالنا بعد ما نرجع لتنجرة ندير هنا الكريمة الكريمة الخاصة يعني بهكا بالطبخ والمسوسة هاد صراحة خاصة بالطبخ وبالحلويات كان اخدها من بيم والتمنجرة مناسب كجينها يعني صغيرة من الاحسن عبد ما انني كان حل ذيك الكبيرة لا تخسر لي صافي هنا كنوريكم العاصر العاصر درج ايجاز كبير بوجه احمر على حسب الوقت البنات وعلى حسب المتوفر خديت هنا قطع ديال ليمون قطعتها قشر تحيت لالعظم وكان عندي هنا يا الباباي صراحة مجمد حتى ودرته وزد الماء وطحنت مزيان وصفيت يمكن لكم ديروا العسل الحر يمكن لكم ديروا يعني سكار على حسبكم ما واللي متوفر لكم او اكيد كيلي كيبغي هكا العاصر بلا سكار صافي هنا يا بالنسبة للشربة ديالي بعد مما طحنتها صراحة نخلي واحد شوية ديال الكريمة باش كنزينها بالفوق كل شي كيبغي اخدي شوية ديال بروكولي في الاول قليتو هنا يغيف شوية ديال الزبدة مع شوية ديال فلفل اسود باش كنزين هكا يا ورا كتجيل ديال البنات كتجي بنينة بنينة كتجي منعيشة كنو متأكدين انا ولدي خصوصا ولدي ما شاء الله عندو الماكلة الصعيبة ما كيقولش لي اي حاجة وهدي رأي عجباتو وحنا كنكونو اكيد مباركي من الويداتنا كتعجبو مشي حاجة اللي صحية الله وما لك الحمد خديت هنا شوية ديال الجبل احمر شي ضاركم عارفين هكا الشربات صراحة كيتواتوا بزاف اللي كان ديرو فيهم الجبن كيتواتى الجبن مع الشربة بواحد شكال كبير والعاصير اختي اللي كان ورى لكم بجي حمار زمارة انا معتش درت غيدك البابايز زرعتي حيتي بيديك المهم كي يجي خاتر وخان بقعدكم غيديك الفكرة ديال انكم ضروري متى تصفيوا العاصير لبنات ضروري من صفيوا العاصير باش ميتقلوش لنا ان شاء الله على المعدة وهنا الفطائر ديالنا اللي كيجي وماشاء الله كيف مرحتوا كيبانوا في الفيديو محمرين محمرين وكيجي وصراحة ان ذاك الفرماج هكا من الفوق كيجي مقرمش وكيعطي واحتقان ميشيل اللي زوينا ودجاج ديالنا اللي كيجي طيب زبدة وكيجي مقرمش وكيجي ديك بطاطا يا سلام مو يا مالبنات كنت من فعلا ان الاقتراح ديالياليوم يكونوا عجبوكم او الافكار ديالياليوم هكا حتى انني نفكركم هكا فالهاد الاطباق ان شاء الله بإذن الله هنا كنت ساليت بكري ضروري تنظيم الوقت كيف مما قلت لكم انا صراحة كنت في الاول يعني هكا في بدايات ديال الزواج ديالي كنت ماليكا ندخل المطبخ كان دخل من ديك الجوج ماليكا نصلي هكا الظهر كان دخل وكان مقاتمة ما في العشية كان وصل ما نعودش لكم صراحة مدق دقا عيانة حاولت انني نهائيا ما نبقش ندير ديك العادة لانها منفعت نيش دبا نقدر منلي نفيق وننوض بكري هكا نحيد الحويج لغا تحيد عجينه غا نخليها غا تطلق عجينه غا نخليها تخمرح وشوه غا نخليها تبرد المهم ودائما الافكار ديالي كيف ما كان قول لكم اللقوتي ياختي الله 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 اللقوتي ديك الافكار ديالي او الاقتراحات التحضر و يحاولون الى ماما و يحاولون ماذا يوجدنا و نأخذ الأفكار انا اصبحتنا مباشرة و نبدأ بركتي الله و يأتي الفطائر خوويا من الوسط و يأتي للعجينة مقرمة و يأتي طبقه مقرم شوية و يأتي منعشة و يأتي بثاف و نتمنى من كل قلبي أن يكونوا الوصفات اشتركوا في القناة